لقد تترقنا أيضا إلى التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تترقنا للمغرب العربي وحالات عدم الاستقرار التي تعرفها منطقة الساحل وخليج غينيا كل ذلك يشكل بالنسبة لنا موضع قلق تترقنا مطولا لمصاري السلام والوضع في الشرق الأوسط وضع يقلقنا كثيرا لأن العنف مستمر وضع من شأنه أن يخلق تصعيدا كبيرا في الأراضي المحتلة الفلسطينية تترق السيد الرئيس مطولا لهذا الموضوع يجب علينا مضاعفة الجهود من أجل تخفيف التوترات وكذلك من أجل فتح آفاق الحوار لمصاري السلام في هذا السدد تترقنا مع الأطراف الجزائرية حول مبادرة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الأمين العام للجامعة العربية السيد أبو الغيط من أجل دراسة سبول إعادة بعض مصاري السلام لحل الدولتين التي وافق عليها الجميع معد إسرائيل تلعب الجزائر في هذا الشأن دورا محوريا في المنطقة وخارجها ننويه بالدور الريادي للجزائر بجامعات الدول العربية وكذلك على مستوى الاتحاد الإفريقي ننويه أيضا بالدور الفعال الذي لعبته الجزائر من أجل إحلال السلام في مالي من خلال إتفاقية الجزائر بالسلام في 2015 اشتركوا في القناة